لدى فريق تيم تريز هدف يسعون لتحقيقه وهو زراعة عشرين مليون شجرة للمساعدة في محاربة التغيرات المناخية ولكن هذا يطرح تساؤلاً وهو كيف يمكن للأشجار أن تحارب التغيرات المناخية؟ دعونا الآن نجيب عن هذا التساؤل فكما تعلمون أن العنصر الأساسي الذي يشارك في التغيرات المناخية على مدار السنوات الماضية هو ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الناتج عن حرق الوقود ولمحاربة هذه التغيرات هناك مفتاحان أساسيان الأول وهو خفض كمية حرق الوقود الحفري والثاني هو إيجاد طرق مناسبة للتخلص من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتخزينه أو عزله الآن إن كان هناك بالفعل طريقة لذلك سواء عن طريق آلة معينة أو ربما كائن حي بإمكانه تخزين ثاني أكسيد الكربون حسناً هنا يظهر دور زراعة الأشجار فعندما تنظر لشجرة عملاقة يصل طولها إلى ثمانين قدماً ما تنظر إليه حقاً هو مجرد ذلك المبنى الضخم والذي هو بالأغلب عبارة عن كربون، أكسوجين، وهيدروجين دعونا نلقي نظرة هنا على جذع تلك الشجرة بغض النظر عن الماء فالكثير من حجم الكتلة هنا يتكون من السيلولوز المصنوع من خيوط طويلة من الكربون والأكسوجين والهايدروجين جميع هذه الذرات محاطة بالكربون وكل ذرة منفردة من هذه الذرات الكربونية كانت في يوم من الأيام ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لأن الشجرة تنمو من شجيرة صغيرة لتصبح شجرة ضخمة قادرة على محاربة التغيرات المناخية بإزالة أطنان من ذرات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي ثم استخدامه كعنصر أساسي في كل خلية من خلاياها إذن السؤال التالي هو كيف تقوم الشجرة بالفعل باستخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من أجل النمو؟ حسناً التفسير البسيط لهذه العملية هو التمثيل الضوئي حيث تقوم أوراق الأشجار بدمج ثاني أكسيد الكربون مع الماء الذي يتم امتصاصه من الجذور مع الطاقة المأخوذة من أشعة الشمس ومن ثم تحويلها إلى جولوكوز وأكسوجين كمنتج ثانوي فينتقل بعد ذلك هذا الجولوكوز عبر الشجرة ويستخدم كطاقة وكذلك لتوفير الجزيئات التي تساعد في نمو المزيد من أوراق الأشجار والأغصان والحلقات حول جذع الشجرة وكذلك نمو جذور أعمق هنا على اليسار لدينا ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والماء الممتصط من الجذور وفي الوسط لدينا الجولوكوز وبعد ذلك على اليمين لدينا السيلولوز الموجود في كل خلية منفردة من خلايا النبات هذه هي عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون الماء مع الطاقة الضوئية من الشمس تتحول إلى جولوكوز وأكسوجين ومن ثم تحويل الجولوكوز إلى سيلولوز فتصبح أكبر فأكبر إلى أن تصبح شجرة ضخمة تقوم بأداء أفضل لهذه العملية ويمكنك أن ترى كيف أن كل ذرات الكربون هذه في كل خلية نباتية في الشجرة جاءت بالأصل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إذن إذا أردنا إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للمساعدة في الحد من تغير المناخ ومعرفة أن كل شجرة هو مجرد هيكل ضخم تم إنشاؤه من ثاني أكسيد الكربون الضوء والمياه فالحل الأمثل هو زراعة الملايين من الأشجار وهنا يأتي دورك ففريق تيم تريز يطلب منك هنا الانضمام إلى مؤسسة آربور داي والمساعدة في زراعة عشرين مليون شجرة فبدولار واحد تزرع شجرة واحدة خذ نظرة على الرابط أدناه والتحق بنا